بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليل وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا فلم يترُق خيرًا إلا ودلَّ الأمة عليه ولا شرًا إلا وحذرها منه أيها الإخوة في الله تفضَّل الله عز وجل على عباده وامتنَّ عليهم بمواسم الخيرات التي فيها تُضاعف الحسنات وتُمحَى السيئات وتُرفع الدرجات وتزكُو فيها النفوس وتتوجَّه إلى ربها وخالقها عز وجل بأنواع العبادات وشتى القربات نحن قد أظلَّنا موسمٌ عظيم موسم شهر رمضان المبارك من أعظم العبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده وجعلها من أركان الدين ومباريه العظام وأسسه التي يقوم عليها صيام شهر رمضان المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام فالصيام أحد أركان الإسلام كتبه الله عز وجل على هذه الأمة كما كتبه على الأمم قبلها فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون ثم قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًا للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان فرصةٌ عظيمة لمن أدرك هذا الفضل وأدركه شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني من كان حاضرًا غير مسافر فإن الله عز وجل أوجب على عباده هذه الفريضة العظيمة ولا تسقطوا عن أحدٍ إلا عن المسافر والمريض فعدةٌ من أيامٍ أخر وعلى الحائض والنفساء وأصحاب الأعذار الذين قد عذرهم الله عز وجل فإما أن يقضوا صيام هذه الأيام المعدودات بعد رمضان إن كانوا ممن يطيق الصيام وإلا أطعموا عن كل يومٍ مسكين فشهر رمضان المبارك أجمعت الأمة على أن الصيام فرضٌ من الله عز وجل وأنه ركنٌ من أركان الإسلام روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّ عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحدٌ أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمدٍ بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وفي روايةٍ للإمام البخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها وفي روايةٍ للإمام مسلم والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء ففي هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عملٍ لابن آدم فهو له إلا الصيام فإنه لله عز وجل وهو الذي يجزي به لأن الصيام أمانة فلا يعلم أحدٌ بصيام العبد وإخلاصه وعدم فطره وإمساكه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لا يطلع على ذلك إلا ربه عز وجل إلا الله عز وجل ولذلك قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي لعظمتي هذه العبادة وأنا أجزي به فالله عز وجل يضاعف للصائمين الأجور الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء والصيام جنة أي أنه ستارة وحفظ عن المعاصي فإذا كان يوم صوم العبد فإنه لا يجوز له أن يرفث أو يصخب والرفث هو الفحش والكلام السيء ولا يصخب يعني لا يلغط ولا يرفع صوته ولا يكثر كلامه بغير ذكر الله عز وجل فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إن امرئ صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما أن العبادة من رائحة الصائم قد ينفر منها الناس ولكنها لأنها ناتجة عن عبادة محبوبة لله عز وجل فهي أطيب عند الله من ريح المسك خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك لأنه ناتج عن أمر محبوب لله عز وجل وهو الصيام والصائم له فرحتان يفرح بفطره إذا أفطر لأنه أتم صيامه ونال من الله عز وجل الأجر ويفرح يوم لقائه بربه لما يحصل له من الثواب العظيم على الصيام سواء كان صيام فرض أو صيام تطوع فالصائم له فرحتان يفرح هما ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب وفي رواية للإمام البخاري أن العبد يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل ولذلك يجازيه الله عز وجل بالأجور العظيمة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كيف إذا كان في البلد الحرام فإن الله عز وجل يضاعف هنا الحسنات الصلاة بمائة ألف صلاة وقد ورد في بعض الروايات أن الصيام في مكة بمائة ألف شهر يعني شهر رمضان بمائة ألف شهر كما في رواية ابن ماجة ولذلك في مكة تضاعف الحسنات في هذا البلد الحرام يضاعف الله عز وجل فيه الأجور فينبغي للصائم أن يقضي صيامه في الذكر والعبادة والطاعة والطواف وقراءة القرآن وبذل المعروف والكثار من الصدقات حيث تضاعف هنا الحسنات فشهر رمضان شهر مضاعفة الحسنات كيف والعبد في هذا البلد الحرام الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام البخاري ومسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد في سبيل الله دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يعني من أبواب الجنة الثمانية كلها قال صلى الله عليه وسلم جوابا لأبي بكر الصديق نعم وأرجو أن تكون منهم يعني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ينادى من جميع أبواب الجنة من باب الصلاة ومن باب الصيام ومن باب الجهاد ومن باب الصدقة ومن باب الريان ومن باب الوالدين ومن غيرها من أبواب الجنة الثمانية فهذا فضل الله عز وجل على عباده أن من أكثر من الصيام التطوع مع صيام الفرض فإنه ينادى يوم القيامة من باب الريان وسمي باب الريان لأن الصائم يعطش من صيامه فيرويه الله عز وجل يوم القيامة ريا لا يضمأ بعدها أبدا فسمي باب الريان وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وفي بعض الروايات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين في هذا الشهر الكريم يفتح الله أبواب الجنة كلها ويقال لباغي الخير يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء في شهر رمضان في كل ليلة يعتق الله تعالى من شاء من عباده في كل ليلة من ليالي رمضان فحري بالمسلم أن يغتنم هذا الموسم العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يصلون إلى ما يصلوا إليه في غير شهر رمضان وهذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يجتهد في العبادة وأن ينتهز هذه الفرصة العظيمة فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة كثير ممن نعرف من إخواننا ممن عاشوا معنا في رمضان السابق اخترمتهم يد المنون فلم يبلغوا هذا الشهر الكريم فنحن في زمن المهلة علينا إذا بلغنا هذا الشهر العظيم أن نجتهد فيه بشتى العبادات وأنواع القربات فإن العبد لا يدري هل يدرك رمضان آخر بعد رمضان هذا فإن هذا الموسم موسم خير وموسم عبادة وصلاة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو شهر القرآن وكان كثير من السلف إذا جاء شهر رمضان تركوا كتب العلم وأقبلوا على تلاوة كتاب الله عز وجل فمنهم من يختم في اليوم الواحد ختمة ومنهم من يختم في ثلاثة أيام ومنهم من يختم في سبعة أيام وهكذا يجتهد في العبادة وفي تلاوة كتاب الله عز وجل لأن رمضان هو شهر القرآن وأنزل القرآن في شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان وهي خير من ألف شهر ومن قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أجود الناس يعني أكرمهم وأكثرهم صدقة وبذلا وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان جبريل رئيس الملائكة الملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه كان صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل عليه السلام يتدارس هو وإياه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان فعند ذلك كان صلى الله عليه وسلم شاكراً لنعم الله عليه وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان صلى الله عليه وسلم لا يمسك ديناراً ولا درهماً وإنما يبذل كل ما عنده عليه الصلاة والسلام للفقراء والمساكين في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات وفيه ترفع الدرجات وفيه تمحى السيئات فكم لنا من ذنوب وسيئات فإذا أدرك العبد هذا الشهر الكريم فعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنوب والمعاصي وأن يندم على ما فات وأن يخلص النية لله عز وجل في صيامه وفي توبته حتى يقبل الله عز وجل منه ويكثر من الصدقات ومن الإحسان إلى الأقارب والأرحام والوالدين والإخوة والأخوات وجميع الأرحام والجيران والفقراء واليتام والمساكين يتفقد إخوانه يتفقد جيرانه يتفقد المساكين فمن فطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجره شيئا فطره على تمر أو على لبن أو على ماء فهذا من أعظم الأجور التي يتنافس فيها المسلمون ولذلك كان الجمع في الصيام بين الصيام والصدقة وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام هذه الفضائل العظيمة لمن أكثر من الصيام والصلاة والصدقة وإطعام الطعام للفقراء والمساكين فإن الله عز وجل أعد لهؤلاء غرفا عظيمة في الجنة يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها بناء الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ترابها المسك والزعفران حشيش نابت فيها فيها أنهار الماء وأنهار العسل وأنهار اللبن وأنهار الخمر وجميع ما يتمنى العبد لا يسأم العبد فيها لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه فيها نعيم عظيم فيها رؤية رب العالمين لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نياب هذا هو جزاؤه عند الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية البراد بتفطير الصائم أن يشبعه أن يشبع الصائم وقد آثر عدد من السلف رحمهم الله الفقراء على أنفسهم كثير من السلف يقدم فطوره وهو صائم للفقراء يؤثرهم على نفسه كما فعل ابن عمر عبد الله بن عمر آثر الفقراء على نفسه بإطعام إفطارهم منه قال شيخ الإسلام رحمه الله آثر عدد من السلف رحمهم الله الفقراء على أنفسهم بطعام إفطارهم منهم ابن عمر والإمام مالك بن دينار والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم وكان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين هكذا هدي السلف رحمهم الله يجعلون فطرهم مع الفقراء والمساكين واليتامى ويؤثرون هؤلاء على أنفسهم هذه هي صفة المؤمن الصادق الذي يرغب ما عند الله عز وجل من الثواب الجزيل فيؤثر الفقراء واليتامى والمساكين على نفسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدوم شهر رمضان يبشر أصحابه ويبشر المسلمين بقدوم هذا الشهر الكريم فكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على أعمال البر والمسارعة في الخيرات قال صلى الله عليه وسلم في التبشير بقدوم شهر رمضان أتاكم شهر رمضان المبارك أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه الإمام النسائي وهو في صحيح الترغيب من حرم هذه الليلة العظيمة ليلة القدر فقد حرم لأن من قام هذه الليلة ليلة واحدة غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولذلك ينبغي للمسلمين أن يحرص على أن يصلي في مسجده أو في الحرم ولا ينصرف من صلاته إلا إذا انصرف الإمام ليكتب له قيام ليلة كاملة فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف من صلاته ينتهي منها كتب له قيام ليلة وهذا فضل من الله عز وجل فشهر رمضان شهر الخيرات والبركات ومضاعفة الحسنات تفتح فيه أبواب السماء لاستقبال الأعمال الصالحة وتغلق فيه أبواب النار أبواب الجحيم وتغل وتصفد فيه مردة الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ومقدار هذه الليلة عبادة أربعة وخمسين سنة تعادل هذه الليلة عبادة أربعة وخمسين سنة من هو الذي تصف له هذه السنوات أربعة وخمسين سنة في ليلة واحدة تعادل هذه السنوات الكثيرة ليلة واحدة ليلة القدر خير من ألف شهر وهي أكثر من ثلاث وخمسين أو أربعة وخمسين سنة فليغتنم العبد هذه الليلة العظيمة ويغتنم ليالي رمضان كلها فإن لله عتقا في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله عز وجل من شاء من عباده فيتقرب العبد إلى ربه ويخلص النية ويخلص التوبة ويبتعد عن كل ما يجرح صيامه من اللغو والرفث ورفع الأصوات والحلف الكاذب والغيبة والنميمة وكل ما يجرح صيام العبد فإنه يبتعد عنه وكان السلف رحمهم الله يجلسون في المساجد في شهر رمضان ويقولون نحافظ على صيامنا من اللغو والغيبة والكذب وينصرفون إلى العبادة والنوافل والذكر وتلاوة القرآن الكريم لأن العبد إذا صام هذا الشهر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه فهي فرصة عظيمة يهتبلها المسلم ويغتنمها ويحرص على أن لا يجرح صيامه ولا يتعرض لما يفسد صيامه من الكذب والغش والحلف الفاجر والنميمة والتعرض لأعراض المسلمين واغتيابهم فبعض الناس والعياذ بالله ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وليس له من قيامه إلا السهر والتعب لأنه لم يخلص النية لله عز وجل أو أفسد صيامه بالغيبة والنميمة والكذب والكلام الفاحش فلا يجعل العبد يوم صومه ويوم فطره سواء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بهذا الموسم العظيم موسم المتاجرة والمسارعة والمنافسة في أعمال البر والحرص على الصلوات في المساجد مع إخوانك المسلمين فهو شهر التوبة وشهر الخشوع وشهر قراءة القرآن وشهر الاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المعزر يعني اعتزل نساءه واعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر لتحري ليلة القدر ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في أول الشهر فالاعتكاف وبذل الخير والإكثار من الأعمال الصالحة ومواساة الفقراء والمساكين هذه من الأعمال الصالحة فإدراك هذا الشهر نعمة عظيمة فهو شهر المغفرة والرحمة والعتك من النار ولله عز وجل عُتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان قال صلى الله عليه وسلم إن لله فيه عُتقاء من النار وذلك كل ليلة من ليالي رمضان كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري فليحرص العبد على أن يؤدي عمرة في هذا الشهر المبارك لأنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن للصائم دعوة عند فطره دعوة لا ترد الصائم له دعوة عند فطره فإن الله عز وجل يستجيب له فيحرص العبد عند الإفطار أن يكثر من الدعاء والاستغفار والدعاء من خير الدنيا والآخرة فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد كما رواه الإمام بن ماجة وصححه البوصيري فالمسلم يحرص على الطاعات بأنواعها ويبتعد عن الغش والكذب واللغو وكل قول أو فعل محرم قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه الإمام البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به قول الزور من الكذب واللغو والغيبة والنميمة والفحش والكلام السيئ ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني يصوم عما أباح الله له من الأكل والطعام والشراب ويفطر على ما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب والحلف الفاجر فليس لله حاجة من هذا العبد الذي لم يدع قول الزور والعمل به والجهل هناك من الأمور التي تفسد صيام العبد ومن مفسدات الصيام التي ذكرها العلماء الأكل والشرب وما في معناهما كالإبر المغذية الإبر التي يستعملها المريض للغذاء فهذه تفطر أما ما يتعلق بالعلاج فهذه لا تفطر كإبر السكر ونحوها فهذه لا تفطر العبد الأدوية أما الإبر المغذية التي هي بمنزلة الطعام والشراب فإنها تفطر المريض إذا استخدمها وعليه إذا كان مريضا أجازا وأباح الله عز وجل له الفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه من رحمة الله وفضله ومنته على عباده أنه لا يريد من عباده العنت ولا المشقة وإنما يريد بهم اليسر وأن يبعدهم عن ما يشق عليهم وما يعسر عليهم يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمعة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فالله عز وجل رفع الحرج عن المريض والمسافر فأجاز لهم الأكل والشرب وأجاز للمريض أن يأخذ الدواء وأن يقضي هذه الأيام التي أفطرها بعد رمضان إذا كان يستطيع الصيام أما إذا كان مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا هرما لا يستطيع على الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ومما يفطر أيضا الصائم الجماع في نهار رمضان فإنه يفسد صومه وعليه الكفارة والقضاء وهي عتك رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فقد أتى رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله وأهلكت قال ما فعلت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال هل عندك ما تعتقه رقبة تعتقها قال ليس عندي إلا رقبتي يا رسول الله قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع يا رسول الله قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال ليس في المدينة من هو أفقر مني يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس فجاء رجل بطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الفقراء وكفر عن ما فعلت في نهار رمضان قال على أفقر مني يا رسول الله قال فأطعمه أهلك ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وهذا من سماحة هذا الدين فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم أهله وأن تسقط عنه الكفارة لفقره وعجزه أيضاً مما يفطر الصائم إخراج الدم بالحجامة أو الفصد فإن الحاجم إذا احتجم قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم وهو إخراج الدم لأن الحاجم قد يمص الدم فيؤدي به ذلك إلى الفطر والمحجوم أيضاً يخرج منه الدم فيضعفه فإن الحجامة تفطر الصائم وأيضاً إذا تقيأ العبد عمداً يعني ذرعه القيء وقاء غصباً عنه وذرعه القيء فإنه يفطر أما يعني إذا استقاء يعني هو الذي طلبه واستقاء فإنه يفطر وأما إذا ذرعه القيء يعني غير متعمد فإنه لا يفطر التقيأ عمداً إذا أدخل يده في جوفه ثم قاء فإنه يفطر أما إذا خرج وذرعه القيء من غير اختيار منه فإنه يتم صومه وليس عليه شيء أيضاً المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها تفطر وتقضي بعد شهر رمضان ويباح الفطر للمريض والمسافر والحائض والنفساء والكبير الذي لا يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين وعلى الصائم أن يحرص على عدة أمور أن يتناول طعام السحور وأن يؤخره إلى آخر جزء من الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور بعض المسلمين يتسحر نصف الليل وهذا بخلاف السنة فالأولى أن يؤخر السحور إلى قبل الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة تستغفر للمتسحرين تستغفر للمتسحرين قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر كما في رواية البخاري وتعجيل الفطر عند غروب الشمس قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه الإمام البخاري أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه الصائم أن يبتعد عن الرفث والفحش وجميع المحرمات وأن يفطر على رطبات على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن عدمها حسى حسوات من الماء يعني شرب غرفات من الماء أو من اللبن ونحوه إذا عدم التمر أيضا مما يحرص عليه الصائم الدعاء عند فطره بما أحب فإن الصائم له دعوة لا ترد وأن يكثر من الصدقة وإطعام الطعام وتلاوة القرآن وأن يحرص على أداء صلاة التراويح مع المسلمين في المساجد مع الأئمة وأن يكثر من العبادة لا سيما في العشر الأواخر أن يحضر صلاة التهجد مع المسلمين لتحري ليلة القدر فهذه من أحكام الصيام التي رغبنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها وبينها لنا وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم في صحيحه ومعنى لا تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضا بل الواجب على المسلمين إشاعة المحبة والأخوة والمصافات فيما بينهم والتواد والتراحم ولا تدابروا لا يعطي بعضكم بعضه يعرض عن أخيه المسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني إذا أراد أخاك أن يشتري سلعة فلا تزد على سلعته حتى تشتريها فتزيد عليه فلا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحاسد وعن التناجش وعن بيع بعضكم فوق بيع بعض فالحسد يفسد الأعمال ويحرقها فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد دب داء الأمم قبلكم دب إليكم داء الأمم قبلكم وهو الحسد الحسد يفسد الأعمال لأنه تمني زوال النعمة عن الغير إذا وجدت أخاك المسلم في نعمة من مال أو ولد أو زوج أو نحوها فلا يجوز لك أن تتمنى زوال النعمة منه وإنما تدعو الله عز وجل أن يرزقك كما رزقه وأن تغبطه على هذه النعمة ولا تحسده فإن الحسد يفسد الأعمال والعياذ بالله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحسدوا ولا تناجشوا النجس هو أن يأتي العبد إلى السوق ويزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها إما أنه السلعة له فيزيد فيها حتى البائع يزيد في الثمن فهذا من الخيانة وسماه بعض العلماء من الربى من ربى الخيانة لأنه يرفع السلعة وهو لا يريد أن يشتريها ليضار أخاه المسلم فهذا من المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله لا يخذله يعني لا يترك نصرته ولا يحقره يعني لا يستصغر إخوانه المسلمين ولا يتكبر عليهم فالكبر من كبائر الذنوب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر والكبر هو بطر الحق وغمط الناس أي احتقار إخوانك المسلمين وكما في الحديث أن الله عز وجل يقول العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما أدخلته النار والعياذ بالله فالعزة لله والكبرياء لله فلا يجوز للمسلم أن يتكبر على أخاه المسلم فلا يخذله ولا يحقره يعني لا يستصغره ولا يغض من قيمته والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس بأقدامهم الذين يحتقرون إخوانهم المسلمين المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بل يجب عليه أن ينصره وأن يدافع عنه ولا يكذبه يعني لا يكذب على إخوانه المسلمين ولا يحتقرهم التقوى ها هنا التقوى في القلب التقوى مكانها في القلوب ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب فالله عز وجل هو الذي يطلع على عبادة العبد وعلى تقواه وعلى خشيته وإيمانه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم فإذا صلح القلب صلح الجسد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهي موضع نظر الرحمن عز وجل والتدابر يكون بالقلوب ويكون بالأبدان هذا الحديث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر خطب في المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام خطب عدة مرات في حجة الوداع خطب في عرفة وخطب في منا خطب في المسلمين قال لهم أي يوم هذا فسكت الصحابة يعني يوم النحر قال أليس يوم النحر قالوا بلى يا رسول الله قال أي شهر هذا فسكت الصحابة قال أليس ذي الحجة قالوا بلى يا رسول الله قال أي بلد هذا فسكت الصحابة قال أليس البلدة يعني أليست مكة البلد الحرام قالوا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد قال الصحابة نشهد أنك يا رسول الله بلغت البلاغ المبين ونصحت الأمة ووفيت وكفيت فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا البلاغ المبين وبيّن أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام عليهم فيما بينهم فلا يجوز لمسلم أن يستبيح دم أخيه المسلم فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم عن سفك دماء المسلمين بغير حق لا يحل دم مرع مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وقاتلوا النفس هذا هؤلاء الذين يباحوا دمهم أما ما سوى ذلك فلا يجوز لمسلم أن يقتل أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا فيه بيان لحرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وخطر الاستهانة بدماء المسلمين وترويعهم لا يجوز ترويع أخاك المسلم لا يجوز لك أن تشهر السلاح عليه أو السكين أو ما يروعه فإنه جاء في الحديث لا يشير أحدكم إلى أخاه بالسلاح فإن الشيطان ينزع فيه وإن الملائكة تلعن العبد ما دام يشير إلى أخيه بالسلاح وما دام يروع أخاه المسلم لا يجوز ترويع المسلم فكيف بسفك دمه والاعتداء عليه والاعتداء على دمه أو عرضه أو ماله فدماء المسلمين معصومة وكذلك أعراضهم وأموالهم فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث حرمة دماء المسلمين وخطر الاستهان بالدماء وترويع الآمنين وترويع كذلك المستأمنين الكفار من اليود والنصارى وغيرهم الذين دخلوا بلاد المسلمين ولهم عقد الذمة لا يجوز أيضاً سفك دمائهم ولا الاعتداء عليهم فإنهم في ذمة المسلمين فمن خفر ذمة ذمي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة عليه حرام لأن من دخل في عقد المسلمين وفي ذمتهم فالواجب أن نحترم عقد الذمة وأن لا نعتدي عليه وأن يعيش في أمان بين المسلمين فهؤلاء الذين يفجرون أو يكفرون أو يعتدون على الآمنين هؤلاء على خطر عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا المسلم في فسحة من دينه وفي حال خير من ربه ومن إخوانه المسلمين ما لم يصب دمًا حرامًا فالتعدي على دماء المسلمين وأعراضهم من أعظم وأكبر الكبائر كما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا لخطر سفك دماء المسلمين قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن مسلم واحد لأكبهم الله في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمسلم أعظم حرمةً منك ولزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئٍ مسلم وروا الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لن يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا قال الله تعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا ففيه أكثر من هذا الزجر على من يعتدي على دماء المسلمين ويروّعهم قال تعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا وقال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فالله عز وجل عظم حرمة الدم المسلم فلا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دمًا حرامًا ومن يقتل مؤمناً متعمداً عامداً غير مخطين فجزاؤه جهنم والعياذ بالله خالداً فيها ثم يغضب الله عز وجل عليه فوق ذلك ويلعنه واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل وأعد له عذابًا عظيمًا بل إن الله عز وجل حث على أنه لو أن طائفتان من المؤمنين حصل بينهم قتال فعلى المسلمين أن يصلحوا بينهم قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى اعتدت إحداهما على الأخرى ولم تقبلوا الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فهذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض وأن يقاتل بعضهم بعضا فإذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يسعوا إلى الصلح والتوسط بينهم لحقن دماء المسلمين وجمع كلمتهم وأن يكثر المسلمون من الدعاء بأن يرفع الله عز وجل عن المسلمين الفتنى والقتل والبلاء وأن يرد كيد أعداء الدين المتربصين ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع كما ذكرت لكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وقال في الحديث الصحيح أيضا لأن الأعراض يشتمل أيضا الكلام في الناس وغيبتهم وتناولهم بالتنقص هذه من الغيبة وهذا من الكلام في العرض ويروى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في صفية بنت حيي أم المؤمنين قالت غائرة منها قالت حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته قالت فقط في صفية بنت حيي أم المؤمنين قالت إنها قصيرة يا رسول الله قال يا عائشة قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته فما هو حال المسلمين اليوم في الغيبة والنميمة وفي التنقص وفي البهتان وفي قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهذا من الكبائر عدها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات وهو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات الكلام في أعراض الناس الكلام في نسائهم وفي بناتهم وفي زوجاتهم عرض المسلم مصون لا يجوز للمسلم أن يتكلم في عرض أخيه سواء بالتنقص فيه أو التنقص في أهله فلما قالت عائشة في صفية إنها قصيرة فقط قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته والله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل فإذا قال العبد قولا فالملائكة تسجله عليه عن اليمين ملك يكتب الحسنات وعن الشمال ملك يكتب السيئات كل كلمة تقولها يكتبونها عليك ويوم القيامة تجد هذه الأعمال في صحيفتك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه يعني ما بين فكيه يعني لسانه وما بين رجليه يعني فرجه أضمن له الجنة من يضمن لسانه وفرجه يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فدل هذا على تحريم العرض وعلى تحريم الغيبة كما يحرم التعدي على المال والنفس فهكذا الأعراض يجب الحذر من الشحناء والعداوة والفساد وفي حديث ونختم به حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مر بأناس لهم أغفار من نحاس من حديد من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل من هم هؤلاء يا جبريل قال هم الذين يقعون في أعراض الناس يأكلون لحوم الناس فهذا دليل على أنهم يعذبون بذلك نسأل الله العافية يجعل الله لهم أغفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ويخمشون بها صدورهم تعذيبا لهم لأنهم يأكلون لحوم إخوانهم المسلمين بالغيبة والنميمة وفي الحديث الصحيح من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة فإذا تكلم أحد في أحد إخوانك المسلمين فعليك أن تذب عنه وأن تدافع عنه فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمل الصالحات وأن يبلغنا وإياكم شهر البركات والخيرات اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم ووفقنا للقيام لليلة القدر اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر عبادك المؤمنين وانصر الجنودنا المرابطين على حدودنا الذين يدافعون عن بلاد الحرمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر الرمضان ونحن بأحسن حال اللهم اجعلنا وإياكم ممن يبلغ هذا الشهر الكريم ومن يوفق فيه للصيام والقيام وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اشتركوا في القناة